السلام عليكم ورحمة الله شوف هذه الحديقة الجميلة الرائعة هذا البصاط الأخضر الرائع الجميل النظيف على مد البصر في هذه المنطقة إلا هذه إلا هذه يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ترضى أنت يا الحبيب أنك تجلس على هذا ترضى أن نضع هذا في بيتك بقايا طعام في مكان نظيف هذا تعبير عما في داخلك عما في عقلك في فكرك في حياتك هذه الصورة مصغرة لما أنت عليه في الحياة الدنيا ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياك عن أن تكون هذه حياتنا في الآخرة انتبه إذا كنت ترضى هذا لنفسك فنحن لا نرضى لأنفسنا ولا لغيرنا دع المكان أفضل مما كان شوفوا المكان جميل رائع نظيف هواء نقي هدوء جمال طبيعة عصافير وأن تريد أن تجعلها مجلس للفئران هذه نفايات هل تقبل أن توضع أنت في سلة النفايات ما تقبلها رسالة لكل من يترك أثر قبيح في مثل هذا المكان الجميل هذه دنياك السلام عليكم ورحمة الله يقول صلى الله عليه وسلم ندق الملاعن الثلاث البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل الإسلام دين يراعي مصالح العباد وما فيه نفعهم وقد رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الحرص على ذلك والبعد عن أذية الناس فيما يضطرون إليه في مجالسهم ومشاربهم وأماكنهم العامة وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم متق الملاعن الثلاث أي تجنب ثلاثة أمور تجلب اللعنة على فاعلها واللعن هو الطرد من رحمة الله وهي البراز في الموارد أي التبرز أو إفراغ فضلات الإنسان في موارد ومصادر المياه مثل الآبار والأنهار فتتلوث المياه وقارعة الطريق وكذلك يجب تجنب وضع مخلفات الإنسان ومرازه على رؤوس الطرقات والشوارع حيث يمر الناس فيتأذون من ذلك وكذلك تجنب وضعها في الظل حيث أماكن استراحة الناس من الحر وسواء كان الظل ظل حائط أو شجرة أو غير ذلك